إلى الموضوع النووي هنا أستاذ مصطفى أسجان مع وجود مناورات ردع نووي في بلجيكا هل يقترب العالم بالفعل من الحرب النووية؟ ما خطورة هذا الإعلان من قبل النيتو وهذا التأهب الدفاعي بهذه الطريقة؟ طبعا لا نتوقع أن يحدث في العالم حرب نووية ولكن ليس من المستبعد أيضا لدى الطرفين طبعا طرطانة كبيرة من رؤوس نووي في الولايات المطلقة عشرة أعلى في روسيا ربما أكثر لذلك هم إنما يعني أوشقوا على الاستسلام في هذه الحالة ربما يجربون أو يطلقون القنابل النووية وهذا وارد من نسبة الوسيا أو هناك تهتداد ليس فقط من بوتين من رئيس الوزراء السابق لبوتين وأيضا هو قال نهل الله نمازح ليس هناك مزحة بالنسبة للإستمال الصلاحة النووية نحن جادين في هذا المجال يعني لو يعني يجرب بوتين أو تجارب روسيا استمال ليس لهذه الأصلحة وهذا اهتمال طبعا على أمام هذا الاهتمال حلف شمال لأطلاص وقوات النطو طبعا لديهم تدريبات منعورات العسكرية لطبعا رد ودف روسيا في هذا المجال وهم يقومون برد روسيا يعني يقولون بلسان الحال كما يقال أن يعني لا يمكن الغد غد النظر عن استمال مثل هذه أصلها لا بد أن يكون له ردد فيل كبيرة تجاه روسيا لذلك يوم يرسلون رسالة لتعقل قيادات روسيا في هذا المجال لإستمال كنابل نووية هذا أيضا يحدث عذابة ضد روسيا في جيرانها في عسيا وسطة أيضا في جنوب جنوبهم في بولونيا ووقراين حتى في بلدان بلتك وهم سيكونون معادون بشكل كبير ومتعصل ضد الروس حتى إلى نهاية الدهر لذلك استمال هذه الأسلحة المحرمة أو غير المحرمة هل ينكز بوتين أو يورد أكثر هذا السؤال مهم جدا أستاذ محمد اليمن مع هذا تصعيد ومنورات ردع نووي من خبل النيتو في بلجيكا هل هذا يصاعد المشهد أكثر أم ربما يحيي الوساطة التركية بتقديرك أستاذ الكريم أنا لي وجهة نظر بخصوص هذا يعني المفاعل النووي أو هذا السلاح النووي سواء التكتكي أو حتى الاستراتيجي أنا أرى من وجهة نظر أنها خطة لدى الغرب لاستثارة الجانب الروسي لأيضا غضب الجانب الروسي لأنه يريدون أنه هو الذي يريد أن يبدأ الجانب الروسي بهذا السلاح النووي وهذا لن يحدث في هذا التوقيت ولا حتى في المرحلة المقبلة ولكن السؤال هنا هل الوسطة التركية لها أهمية كبيرة لها أهمية كبيرة إذا جاءت يعني أوامر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالتهدئة في هذا التوقيت والجلوس على طاولة واحدة ولا ننكر أبدا بأن الجانب التركي له يعني أشياء كثيرة جدا إيجابية بخصوص هذا الملف ولكن هذه نقطة محورية الأساس هي الولايات المتحدة الأمريكية إذا أخذت الأوامر الجانب التركي أو رجل طيب أردوغان بأن يوجد تهدئة في هذا التوقيت لأن نحن مقبلين على شتاء يوجد مشاكل كثيرة ولا نتحمل يعني تكلف بس ما فهمت أستاذ محمد يعني الرئيس أردوغان منذ البداية يتحرك بوساطة بين أوكرانيا وروسيا بأوامر أمريكية نعم أستاذ الكريم الجانب التركي لديه المصالح الكثيرة مع الجانب أيضا الأمريكي وأيضا الأمريكي خليك سريعا هذا لازم أعلق عليها الأستاذ مصطفى أستاذ مصطفى الوساطة التركية منذ البداية تأتي بأوامر أمريكية أمريكية تريد أن تلقن الدرس بالنسبة لبوتين هذا واضح جدا لماذا إذن تريد من تركيا أن تتوسط بين الطرفين هل يتحرك الرئيس أردوغان بأمر أمريكي في هذا الإطار لا أعتقد ذلك لا أعتقد ذلك يعني لم يجد أحد غير رئيس تركيا رجب طيب وهل يهم أمريكا أن تنتهي أو تتوقف الحرب أو يلعب لعبة أو دور لا أعتقد ذلك يعني تركيا تنطلق أصلا لمصالح ذاتية لأن تركيا قريبة جدا من روسيا لذلك تقوم بالمهمة على أساس لاستبعاد الحرب من منطقتها يعني الحرب ليس في منطقة أمريكا لا أمريكا لا تتحاشى عن هذه الحرب بل يعني وهذا النقطة المهمة خلينا نودع نودع أستاذ محمد حولها